أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار تقديم 118.860.755 خدمة طبية خلال حملة 100 يوم صحة منذ إطلاق النسخة الثانية في 31 يوليو الماضي في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري دعى عبدالغفار جميع المواطنين إلى التوجه لمكرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بخدماتها أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة